أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح خلال جولته التفقدية لمركز خفر سواحل جزيرة أم المرادم اليوم أكد أن رجال خفر السواحل هم درعي الأمان لمياهين الإقليمية موضحا أيضا أن المنظومة البحرية تسير في الانتجاه الصحيح وفق ما خطط ورسم لها تلول معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وبرفقته وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية شيخ اللواء أحمد الخليفة الصباح تناول وجبة الإفطار اليوم مع ابنائه من ضباطي وأفراد خفر السواحل في مركز جزيرة أم المرادم لخفر السواحل وكان في استقبال معالي الوفد المرافق لدى وصوله إلى الجزيرة الوكيل المساعد لأمن الحدود البحرية اللواء زهير النصر الله ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد بحري مبارك العميري ومساعد المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العقيد البحري صالح الفودري ومدراء الإدارات وبدأ معالي جولته الاستطلاعية بالصعود على متن زورق الزور الذي دخل الخدمة حديثا حيث استمع إلى شرح عن مكونات الزورق الذي جهز للقيام بمهام الحراسة الساحلية وحراسة المشاءات النفطية والحيوية وتأمين المباني والمواقع الهامة كما زود بطرادين للتعامل الفوري مع البلاغات الأمنية والإنسانية والإغاثية وجهز زورق كذلك بمهاجع لأفراد الطاقم وخدمات يعاشة متكاملة لهم كما زود بكامرات حرارية للرؤية الليلية وجهزت غرفة القيادة بنظام تتبع واستعلام وبعد ذلك تفقد معاليه ومرافقيه الطراريد الاعتراضي الجديد من نوع تامبا واستمع إلى شرح عن مهامها التي ترتكز على تلقي البلاغات من غرفة العمليات والانتقال إلى مواقعها حيث تتميز بالسرعة والمناورة والقدرة على المطردات البحرية وعلى التعامل مع فرضيات مختلفة والعمل في كل الظروف المناخية كما زودت بأنظمة تمكنها من الرماية المتحركة والثابتة بالأسلحة الرشاشة الأوتوماتيكية وخلال تفقد معاليه لأحد الطراريد الاعتراضية الجديدة تامبا ميدانيا أمر تقيمه وهو معهم بتجربة عملية لمعرفة مدى كفاءته ومهارته في المناورة والمطردات والرماية الحية وزار معالي بعد ذلك مركز الجوازات والجمارك الذين أعدا لاستقبال الراغبين بالدخول والخروج من البلاد عبر هذه النقطة والتجهزات التي زود بها المركزان لتأمين معاملة ميسرة لمستخدميه وقدم ليواء النصر الله لمعاليه شرحا لأبرز الخدمات التي توفرها الإدارة العامة لخفر السواحل وعن المنظومة الأمنية للإدارة وخطط تطويرها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة المتسللين والمهربين والحد من خطرهم على أمن الكويتي واستقرارها وخطط التعامل مع المتجاوزين لللواح والأنظمة المتبعة على امتداد الشريط الساحلي والجزر الكويتية ثم التقى معاليه مع أخوانه وأبنائه من ضباط وأفراد السواحل حيث حي جهودهم التي يبذلونها في سبيل المحافظة على أمن وأمان سواحل الكويت مثنيا على الكفاءة الأمنية التي ظهر عليها رجال خفر السواحل عند التعامل مع التطورات الأمنية ضمن الوجبات والمسؤوليات المنوطة بهم مضيفا أنهم درع الأمان لمياهنا الإقليمية ولن نبخل عليهم بالإمكانيات والمعدات البحرية وقال معاليه إننا سنشهد بالأشهر القادمة بالنسبة للزوارق والطراريد البحرية نقلة نوعية في منظومتها في الدوريات البحرية مشيرا إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح وفق ما خطط ورسم لها حيث أن الانطلاق من الجزر هدف استراتيجي نسعى إليه باكتمال المنظومة ومشيدا بما استمع إليه عن عمل الطراريد الاعتراضية تاما وأكد أن عمل رجال السواحل مقدر من أهل الكويت بأسره حيث أنه يتم في ظل الأعباء والظروف المناخية الصعبة فالانتباه واليقابة يجب أن لا تحيد عن ذهن أي رجل منكم وأوضح الشيخ محمد الخالد أن جهود رجال السواحل في الضبطيات وقضايا التهيب مشهود لها وتبين مدى كفاءتكم وخبراتكم ومهاراتكم فلا تخفل لكم عين ينفذ من خلالها من يريد التربص بهذا الوطن ترجمة نانسي قنقر